تعالوا نشوف تقرير التنمية البشرية والصدر عن الأمم التحدة بيتكلم على ارتفاع عدد الجماعات الحكومية وارتفاع عدد الجماعات الخاصة وكمان التنوع المستمر في البرامج المختلفة داخل هذه الجماعات والمصارات التعليمية وزيادة الطاقتات الجغرافية يعني الجماعات تخدم أوسع نطاق جغرافي ممكن عدد الجماعات اللي اتبانى في مصر خلال الثمن سنين اللي فاتوا اتبانت جماعات جديدة تقرير التنمية البشرية الصدر عن الأمم التحدة ايضا يتحدث حول اداء المؤسسات التعليمية خلال جائحة كورونا هم بيعتبروا الاداء المقبول والملائم من الجاهزية للتعامل مع هذه الازمة خصوصا في تطبيق انماط التعليم عن بعد تعالوا نشوف بقى تايمز هاير ايديوكيشن تايمز هاير ايديوكيشن ده شوف هما فيه تصنيفين مهمين جدا او تلت تصنيفات مهمة تايمز وكيو أس والتصنيف الصيني حلو؟ طيب تايمز هاير ايديوكيشن هو التصنيف الأكثر قسوة انا بكلمك بأمانة أكثر قسوة معاييره شديدة وغلسة ومعادة وحاجات كده يعني رهيب رهيب التصنيف الأهدى شواء كيو أس بس انا بشوفه أكثر وقعية يعني لأنه هادي يعني في التاتا تاتا كده التصنيف الصيني تصنيف مهم وليه معايير تختلف حبة عن كيو أس وتايمز بس تعالوا نشوف تايمز هاير ايديوكيشن بيقول ايه؟ بيقول تعد مصر الدولة الإفريقية الأكثر تمثيلا في تصنيفات تايمز للتعليم العالي ده تصنيف بيتكلم على أهم وأكبر وأفضل جامعات الدنيا طيب وبيقولوا إن مصر بتشتغل على تخطيط جد من إصلاحات الكبرى في نظام التعليم العالي انت عارف في 30 سنة ياهم أن في جامعات اختفت من تايمز جامعات مصرية اختفت من تايمز مش موجودة جامعات اختفت من كيو أس مش موجودة التصنيف الصيني جامعات اختفت منه بالكلية وعادت خلال الثمان سنين اللي فاتوا للصين أو التصنيف الصيني والتايمز والكيو أس مش بس كده لا ودخلت في قيمة الخمسمية الكبار على تقريبا عدد 6500 ل7000 جامعة معتبرة على مستوى العالم بص اليونسكو بتقول تصدرت مصر العنوين بالأوينة الأخيرة بفضل مبادرتها ومنصتها الرائدة بنك المعرفة المصري بص على تحديدا بص على وزراء التعليم العالي العرب المشاركين في مؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قالوا أشاد كل الوزراء باهتمام القيادة المصرية بالشباب والتعليم من خلال تبني عدد من المبادرات التفاعلية مع الشباب والمؤتمرات الوطنية والإقليمية بل والعالمية